مونكي دي لوفي الرجل اللازلس هيصبح ملكا للقراصنة طيب قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بما ان حاليا كتال لوفي ولو كابتن كيد بيحربوا اثنين من اليونكو اللي هو اليونكو كايدو واليونكو البيغمام فقررنا اننا نلخص كل احداث الارك من البداية عشان اللي بيشاهد الكتال يبقى فاهمهم ووصلوا ازاي لبلد نوة وازاي تجمع كل التحالفات مع بعض ما تنسوش قبل ما نبدأ انكم تصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما بيخرج طاقم كبعة الكوشلوفي من جزيرة البرمائيين وهم وقفين في السفينة بيلقوا جهاز الاتصال بتاعهم عمال يبكي بيقول سانجين دي رسالة استغاسة بيرد لوفي عليه بيلقى شخص عمال يبكي وبيطلب النجدة بيقول ان السامورايا عمال يقطع فيهم لوفي بيسأله انت فين بيقولوا انا في جزيرة البنكهازر بيرح لوفي وزوروا اوسف وروبين لجزيرة البنكهازر بيلقوها متضمرة والنار مش سيبة حتى سليمة بتعرفوا روبين ان ده كان منشأ حكومي واكيد كانوا بيعملوا تجارب هنا فجأة وهم وقفين بيلقوا تنين قدامهم بيهاجم لوفي على التنين والتنين كمان بيهاجم عليهم لكن وهم في وسط الكتال بيسمعوا صوت شخصي بيتكلم بس مش عارفين الصوت ده جاي منين في الوقت ده ناس مقنعة بينشروا غاز منوم في السفينة وبنيموا الطاقم كله بيقول واحد منهم اننا لازم نوديهم للقائد وهو هيتصرف معاهم التنين بيهاجم عليهم لكن زوروا بمساعدة قصب بيقدر ان يقطع راسه بعد ما بيقعد التنين كجسة هامدة بيلاقي لوفي ان فيه نص انسان من رجليه لازق على ظهر التنين بيتفاجئ طاقم من اللي هم شايفينه لكن لوفي ما بيقولش معاه الكلام ده وبياخده يلزق في ظهره وبيفضل يلعب به وهم وقفين بيشوف ان الجزيرة دي مقسومة نصين نص من الجليد ونص نار وبركين بنعرف ان دي جزيرة اللي تحربوا عليها الأديميرال أوكاجي والأديميرال أكاينو بعد حرب المارفودو بنشوف الناس المقام معه وهم وغدين باقي الطاقم لقائد بتاعهم وقائد بتاعهم اسمه سيزر أحب أفكركم اني هتكلم بس عن أرك نوة عشان أرك سيزر ده أرك الوحده لكن اضطريت أجيبه عشان أعرفكم إزاي قبله الساموراي طاقم كبعة القاش نرجع تاني لباقي الطاقم وهم في غرفة شبه الحجز كده بيلاقوا راس مقطوعة بس بتكون حية وبتقدر تتكلم ومتقطع لكذا جزء بيطلب منهم انهم يجمعوه تاني وفعلا الطاقم بيجمعوه بس بعد ما بيطمروا عليه شوية بيعرفهم بنفسه وان اسمه كيمون وهو ساموراي من بلد نوة وبيعرفهم ان ابنه تخطف في سفينة ناس لابسين أقنعة وهو عارف مكانهم وجه وراهم عشان ينكز ابنه بس في شخص بيمتلك قدرة غريبة وهو اللي قطعه كده بنعرف بعد كام حلة ان ده بيكون لوng بعضا من الطاقم بيقابلوا لو وهنا لوه بيعرض على لوفي انهم يتحلفوا مع بعض عشان يهزموا واحد من اليونكو وهو اليونكو كايدو بيقبل لوفي بدون حتى مايفكر بيعرفوا واحد من الطاقم ان دايما تحالف الكرسينة بتنتهي بالخيانة لكن بيقول لوفي ان عارفوا من ايام حرب المرفودة وانه هو اللي انقزو وعلقو كمان عشان كده هو بيصك فيه لوفي بيسأل لو انت هنا بتعمل ايه بيعرفوا انه هو جاي عشان يدمر المكان ده لان جزيرة بنكهازر بتنتج فواكه الشيطان اسمها سمايل وده من فعل العالم المجنون سيزر وانه هو عنده ضغينة اتجاه تشوبوكاي من البحرية اسمه دوفرامينجو وسيزر شغال تحت كيادة دوفرامينجو وفعلا بيدمروا المكان وبيمشوا وهم ماشيين بنشوف الساموراي كيمون وابن الصغير مومونوسكي بيقول كيمون انهم كانوا معهم شخص تالت لكن اتخطف من شخص اسمه دوفرامينجو وبيترجى لوفي انهم يوصلوه لهناك بيعرفوا لوفي انه هو كده كده رايح لهناك بنعرف في الوقت ده ان ابن مومونوسكي اكل فاكهة سمايل واللي هي فاكهة شيطان وبيقدر يتحول لتنين صغية بيروح عند دوفرامينجو وبينكزوا الساموراي اللي اسمه كانجوري بيدور كتال بين لوفي والتشوبوكاي دوفرامينجو والطاقم بتاعه لكن لوفي بيقدر يهزمه في اسناء الوقت ده بتهجم سفينة تبع اليونكو البغمام على سفينة كوبعة الكاش ومعهم شخص من الجيل الاسوأ كابون بيج بيطروا انهم يهربوا ويروحوا للجزيرة اللي بعدها بدل ما يتضمروا واللي هي بتكون جزيرة زوو بيهزم لوفي دوفرامينجو والطاقم بتاعه ولكن لازم نفهم ليه لوفي هزم دوفرامينجو ويه علاقته بكايدو دوفرامينجو هو اللي بيصنع فواكه الشيطان سمايل وبيبعثها لليونكو كايدو عشان يقدر يصنع جيش كامل من اكلين فواكه الشيطان وكمان دوفرامينجو بيوزعها لاي حد بيدفع اكتر ومعروف كمان باسمه الجوكر وهو كرصان قديم بيتجمع له في بقى طاقم بتاعته في سفينة بروتم عشان بس الاسم طويل بتاعه فانا سميته بروتم بيطلبوا منه انهم يوديهم جزيرة زو بيروح الطاقم للجزيرة زو واللي بتكون عبارة عن فيل ضخم جدا ماشي في وسط البحر وشايل جزيرة فوق ظهره بيستخدم الساموراي كانجوري خدرة عنده اللي هي الرسم بيقدر كانجوري يرسم اي حاجة وبيدب فيها الحياة بيركبوا على الرسمة عشان تطلعهم فوق الفيل بيعرفهم كم انه اليه صديق فوق جزيرة زو اسمه رايزو وهو بيكون من النينجا وهو مستنيهم فوق بيطلع طاقم فوق الفيل بيلاقي الجزيرة متضمرة كلها وهم وقفين بيلاقوا حيوان شكله غريب بيهاجم عليهم بيعرفهم لو ان دولة قبيلة اسمهم المينج وبيعرفوا ان لوفي قائد طاقم كبعة الكاش وبيغضوه معهم لبيت تبع الزعيم الجزيرة وهناك بيلاقي لو في باقي طاقم وفي كتير من قبيلة المينج بيرحبوا بيهم وفرحانين انهم موجودين وسطيهم لوفي بيعوم علي عمهم وبيفضل يضحك وخلاص لكن زوروا له متفاجئين بيقولوا هو احنا عملنا ايه عشان يرحبوا بينا كده وهم وقفين فجأة بنشوف نامي بتجرى على لوفي وبتحضنه وبتقوله انها اسفة وبيستغربوا الطاقم من اللي بتقوله بنروح بعد كده لطاقم كبعة الكاش وهم عادين بيتكلموا وبتحكي لهم نامي كل شيء من البداية وبتعرفوا ان في حاكمين للجزيرة دي مالك للنهار الدوك الكلب العاصفة ومالك الليل سيد الكطة الافاعي بنعرف ان فيه كورسان طبعا اليونك الكايد وجمع على الجزيرة دي وكانوا بيدوروا على ساموراي اسم رايزو وتكلموا معهم ان ما فيش حد هنا بالاسم ده لكن ما صدقهمش وقعدوا يتحاربوا معهم لمدة خمس ايام متواصلين لحد ما اتدمرت الجزيرة كلها لكن بيتصدى لهم كل قادة الجزيرة والحراس الملكية كمان تابع الليل وتابع النهار واللي بيتحارب معهم هو الدراع اليمين لليونك كايدو الكارثة جاك جاك شاف ان ما فيش امل في هزيمة حد منهم بالشكل كده لحد ما جاب غاز يشل له حركة كل اللي في الجزيرة كلهم وهزم الملكين وقطع بعضا من اطرافهم بعد كده لما بيشوفهم ان ما فيش امل منهم وان ما فيش حد بيتكلم وان ما عندهمش غير كلمة واحدة ان ما فيش ساموراي هنا بيسيبهم وبيمشي لحد ما بيجي طاقم كبعة الكاش ومعهم سيزر وبيشوف الغاز اللي في المكان وبيطلب تشبر من سيزر ان يسحب كل الغاز اللي في الجزيرة بقوته بيسحب سيزر الغاز وبيعالجوا الجرحة عشان كده قبيلة المنك بقت بيتحب طاقم كبعة الكاش عشان انقذوا حياتهم من الموت بعدها بيومين بيجي اتباع البيغمام لجزيرة زو كانت مهمتهم انهم ياخدوا سيزر من طاقم كبعة الكاش ويدمروهم لكن شخص اسمه بيكمس ده بيكون واحد من المنك لما بيشوف جزرته متضمرة بيغضب جامد وبيعرف ان طاقم كبعة الكاش هم اللي انقذوا قبيلة المنك بيقرر انه ياخد سيزر فقط لكن صديقه ما بيعجبوش الكلام وبيضربو بالرصاص بيحاصر سانجي قابل اكل فاكهة شيطان اسمها القلعة مما بتديله القدرة انه يقدر يدخل ناس جوه جسمه او يخرجهم او يضرب بالمدافع بيقدر انه ياخد سانجي جوه جسمه وبنعرف ان فيهم هم محددة جايين علشانها وهم انهم ياخدوه عند البيغمام لان سانجي الابن الثالث من عائلة الفينوسك وعائلة الفينوسك دي معروفة بالاختراعات الكبيرة وهم عوزين يتجوز بنت البيغمام عشان يكون في تحالف ما بينهم بيرفد سانجي لكن بيهددوه انهم هيقتلوا المعلم زيف بتاعه اللي رباه في الازرق الشرقي وبيضطر سانجي ان يقبل وانه يروح معاهم اشوفكم الحلقة الجاية عشان في احداث احسن بكتير من اللي احنا شفناها دي اللي احنا شفناها دي بس سي دي كانت فقط تمهيد للاحداث اللي جاية والاحداث اللي جاية كلها نار كان معكم احمد من قناة افلام سي دي وان بيس ما تنسوش الاشتراك تمام و سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة